وذلك من أسفه السفه أن يقول قال من خلق الله أصلا الله عزيز ليس بمخلوق حتى ناسل عن من من خلقه وبعض الناس يدخل في متاهات ولو يقول النبي أنه ثم خالق لله طيب من الذي خلق الذي خلق الله هذا كل من الشياطين والساوة الشيطانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان ويحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله وفي رواية فيقول من خلق ربك ما الحل هذا من الشيطان يقول على صلى الله عليه وسلم الشيطان قال فلي يستعد بالله الذي جاء الوسواس فلي يستعد بالله ولينتهي ما يدخل في فلسفات فربنا جل وعلا ليس بمخلوق حتى يسل عن خالقه تبهتم إذا قال قال من أكل هذا التراب وهل التراب يؤكل حتى تسعى من أكله لا يؤكل أصلا فربنا جل وعلا ليس بمخلوق حتى يقال من خلقه هذا سؤال شيطاني تافه لا معنى له إنما هو باب من أبواب الوسواس من باب الوسواس الخناس فعليك يا مسلم لا تسترسل ولا تسمع لكلام من يقول كيف نرد على الملحدين هذا كلام باطل الملحد له نار جهنم نحن أهل سنة علينا نلتزم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وسوس لك الشيطان قل إيش آمنت بالله واستعد من الله من الشيطان وانتهي أغلق الموضوع فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد الله خالق وليس وليس بمخلوق فلا يقال من هو ابن الله ولا من والد الله ولا يقال من خلق الله فهذا ما لا يجري على الله سبحانه وتعالى وهذا من كماله جل وعلا